التعاون بين إيران والجزائر أقصد طبعا نظامها وهو تعاون استخبارات أمني يسير على قدم وساق والأمر تطور إلى زيارات ثنائية هناك مجموعات من المخابرات الإيرانية والحرص الثوري وفيلق القدس تزور الجزائر باستمرار وأيضا ضباط في الاستخبارات الجزائرية يزورون إيران والأمور تسير على قدم وساق وتجاوزت مرحلة التواصل والاتصال بل الأمر وصل الآن لدرجة التنسيق والعمل المشترك من أجل أهداف استخبارية في الخارج هذا ليس كلام يطلق على عواهنه بل كل مبني على معلومات بينها التي أتت من الداخل الجزائري ومن قلب جهاز الاستخبارات وأخرى أيضا جاءتنا من أطراف في المعارضة الإيرانية في الخارج هذه المعلومات زادت وتأكدت أكثر رغم أنها كانت من قبل محل موجودة لدرجة كبيرة إلا أن بعد ما حدث معي في إسطنبول بدأت هذه الأمور تنكشف المعروف أن تركيا وخاصة إسطنبول هي معقل للأجهزة الاستخبارية ومعقل للمافيات بشتى أنواعها ولشبكات الاختطاف والاغتيال وسبق وأن حدثت عمليات لاغتيال عدة وجوه وإعلاميين وغيرهم وخاصة أولئك الذين يعارضون إيران لو تعودوا إلى السجل هذا ستجدون الكثير آخر ما حدث أن تركيا كشفت عن خلية اغتيالات إيرانية وكان ذلك في شهر جوان 2022 يعني حيث لما أعلنت تركيا أن ذاك القبض على خلية اغتيالات إيرانية في إسطنبول وهو ما كشفته وسائل إعلام تركية أن المخابرات التركية ألقت القبض على خلية اغتيالات إيرانية في مدينة إسطنبول كانت تستعد لمهاجمة مصالح إسرائيلية في تركيا وقالت وكالة إخلاص التركية أن فريق الاغتيالة تتابع للمخابرات الإيرانية الذي جرى اعتقاله قبل أسبوع مكون من ثمانية أفراد وكانوا يجهزون لتنفيذ هجوم على بعض الإسرائيليين في تركيا وعضافت أن الأمن التركي ضبط يوم الخميس الفائد 16 جوان كميات من الأسلحة والذخيرة في أثناء عملية الاعتقال كانت مخبأة في الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة إسطنبول مشيرة إلى تقديم الخلية للقضاء بعد الانتهاء من التحقيقات هذا مثلا كشف بأن السلطات التركية ألقت القبض على مجموعة من الاستخبارات الإيرانية إذا شوف نقول هذا من حيث المتعارف عليه والمسلم به أنه إذا تم القبض على خلية فتأكد بأنها ما زالت هناك خلايا ومعناها أن هذا البلد فيه نشاط استخباري إيراني واضح بيّن وهذا لو اقتصر الأمر على ما شاهدناه من خلال هذا الخبر ممكن ولكن الأمر أبعد من هذا فقد حدثت من قبل عمليات اغتيال منهم صحافي إيراني عمليات اختطاف ونذكر في هذا السياق الناشط والمناظر الأحوازي حبيب أسيود هذا حبيب أسيود أعرفه شخصيا والتقيته شخصيا وهذا معروف من خلال حضوري للنشاطات المناهضة لإيران والداعمة للأحوازيين هذا أذوات هذا حبيب أسيود تم اختطافه نعم تم اختطافه من تركيا وهو يحمل الجنسية السويدية راح في زيارة إلى تركيا نزل دار الإجراءات الدخول وهناك كان من كان في انتظاره وبعد ذلك القصة روح أبحث فيها على الانترنت تجدون بأنه تم استدراجه واختطافه والدوه الإيران الدوه الإيران ولم يظهر قطع الاتصال تاريخ حتى أظهره الحرس الثوري أظهره الحرس الثوري وهو في طهران تم اختطافه وتشاهدون هنا مسؤول تركي قال باختطاف حبيب أسيود نفذه مهرب مخدرات بأوامر من الاستخبارات الإيرانية نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول تركي قوله إن عملية اختطاف الزعيم السابق لحركة النظام لتحرير الأحواز حبيب أسيود في إسطنبول ونقله إلى إيران تمت بأوامر من وكالة الاستخبارات الإيرانية وبمساعدة مهرب مخدرات معروف وكشف المسؤول التركي الذي لم يرغب في ذكر اسمه لأول مرة يوم الأحد 13 ديسمبر عن تفاصيل العمليات المعقدة لاختطاف حبيب أسيود وأشار إلى أنه تم خداع أسيود وجره من السويد إلى تركيا على يد امرأة تدعى سين سابريل ويفيد التقرير بأن حبيب كعب المعروف باسم حبيب أسيود تم اختطافه ونقله إلى إيران بعد وصوله إلى تركيا من أجل لقاء هذه المرأة التي كانت قد وصلت إسطنبول قبل يوم من وصول أسيود وكتبت واشنطن بوست أن هذا المعارض السياسي للنظام الإيراني اختطف من قبل عدة من أعضاء فريق خطف بعد مغادرته محطة وقود في منطقة بيليك دوزو في إسطنبول حيث مكان لقائه مع المرأة المذكورة ومن ثم جرى نقله مكتوف الأيدي عبر سيارة إلى محافظة وان شرقي تركيا وذكرت الصحيفة أنه نقل إلى إيران من محافظة وان على يد شخص يدعى ناصر شريفي زندشتي وهو مهرب مخدرات معروف وأن سابرين عادت إلى إيران بعده أيضا يشار إلى أن المهرب الآن طليق ويعتقد أنه موجود في إيران المهم يعني حدثت عملية اختطاف يعني إيران كشفوا لها خلايا للاغتيالات خلايا للاختطاف قامت بعملية اختطاف وأيضا نذكر أنه اغتيال الصحافي معارف في إسطنبول وهو الصحافي مسعود مولوي وردنجاني الذي اغتيل في إسطنبول في 14 نوفمبر 2019 وحكم وأحد المنفذي العملية فيما يخص هذه القضية وتقارير كشفت دور للاستخبارات الإيرانية في التحريض على اغتيال معارض في إسطنبول